أهلا بكم في بلا قيود ضيف هذه الحلقة ناشط حقوقي درس القانون في مصر وناضل من أجل الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وقد جلب عليه ذلك كما يقول الكثير من المتاعب والمضايقات على مدى 25 عاما من عمله الحقوقي إلا أنه لا يزال حالما بالصورة المثالية التي ينبغي أن تكون عليها حقوق الإنسان في مصر وباقي المنطقة العربية أسأل الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر عما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بعد نحو ست سنوات من ثورة 25 يناير لماذا لا يعتبر ما جرى في 30 يونيو ثورة على الرغم من أنه كان من بين الملايين التي خرجت حينها ضد حكم الإخوان المسلمين هل يبحث عن الشهرة من خلال سعيه إلى الصدام مع السلطة المصرية عبر تصريحاته المتكررة وما هي وجاهة انتقاداته لقانون الجمعيات الأهلية الجديد أستاذ جمال عيد أهلا وسهلا بك في بلا قيود على شاشة بي بي سي العربية أهلا بحضرتك البداية هي من القرار الأخير بإغلاق مكتبات الكرامة وهو القرار الذي بالتأكيد توقفت عنده الكثير من أوجه الرأي العام البداية هي من المسوغ القانوني والأذون التي استقيتموها لإغلاق هذه المكتبات ما الذي قدم إليكم من دفوع من جانب الدولة والذي وضعكم في خصومة عربتم عنها في الكثير من سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات الشرعية في الحقيقة حتى هذه اللحظة لم نتلقى قرار أو ورق أو نرى إذن نيابة أو قضاء كمان بشوي التفكير لحظة واحدة ينزل اتنين لوقات في مكتبتين وضابط أمن دولة في المكتبة الثالثة في نفس التوقيت في نفس اليوم كله قبل ساعة 12 الدور خلنا نتوقع أنه ده قرار سياسي مش قرار إداري ما فيش ورق بالفعل في الحقيقة أنا كنت عصب جدا فزملاء المحامين يعني تطوعوا للنزول اللي وقات اللي نزوا قالوا دي أوامر وتعليمات المحامين قالوا لهم ما فيش حق ما فيش أمر أو تعليمات يقول إغلاق ما كان من غير قرار قضائي قال لهم عدوا علي ده كان يوم خميس عدوا علي يوم الحد يعني نشوف القرار وعرفكم به راحوا لحد ما فيش حاجة راحوا اللي اتنين قال لهم احنا بنتطلع قرار يعني اتم الإغلاق قبل إصدار القرار بنتطلع قرار عشان انتم ما فيش ترخيص قالوا له احنا جينا لكم قبل كده جينا لأحياء وطلبنا وانتوا قلتوا طالما مش تجاري وطالما ما هيش تابعة يعني ولا جمعية ولا حزب اشتغل بس يعمله ترخيص لليفط عملنا ده عندنا الورق الرسمي حتى الآن حتى الموظفين اللي في الأحياء مندهشين وزعلنين يعني اللي يخلي الدولة بقرار جاي من جهات بين قصين سيادية لأنه لما ينزل له معناه مش حد بسيط اللي منزله اللي قاله التعليمات دي ده معناه جاي من جهة وهما عارفين مكتبات لا تتعامل مع سياسة أو حق الإنسان أو في أي شغل ديني مكتبات بتخدم أطفال وشباب الأحياء الشعبية في مجالات ثقافية وفنية وتعليمية فقط وهم عارفين ده يغلقوها ألا أن اللي يعني بيؤس سادي المكتبات أو بيدرة هو يعني مدافع مدافع حقوقي لا يتواطئ ولديه انتقاداته التي لا ترغب فيها الدولة فدي دمني سلسلة من الإجراءات الانتقامية اللي بتتم في مواجهته وفي مواجهة زملاء أول ما أنا عملت على هذا الملف الملف الحقوقي صحفيا أول عام 2002 على ما أتذكر كنت دايما أواجه بهذا الانتقاد من جانب الحقوقيين وهو أن مسألة الترخيص التي تمنح من الجهات الدنيا في أجهزة الدولة أنه طيب افتحوا المكاتب أو افتحوا المنظمات أو افتحوا المكتبات وما إلى ذلك وبعدين نعمل على قضية الترخيص أو حصلوا على الترخيص الأدنى وبعدين نستكمل مسألة الترخيص وكان دائما هذا هو الفخ إذا ما صح التعبير أو بين مزدوجين الذي يكون هو الخلق الأضعف حينما تستهدف إذا ما كان هذا هو ما يحدث المنظمة أو الجهة أو المكتبة أو الورقة التي يراد بها إغلاق المكان ألا تتعلمون يعني إذا اسمح لي ليس في ذلك تطاول في الكلمة يعني أقول له حضرتك إحنا عارفين ده بيتم مع جهات عديدة ومؤسسات حقيقة لكن في الحالة بتاعت المكتبات إحنا معنا ورقة رسمية ودفع رثوم فعلية ورقة مختومة من الدولة من المكان اللي منه نزل لوقات يقفلوها إذن عندهم علم عندنا دليل أن إحنا كنا عندهم وعملنا ورقة رسمية المكتبات بدأت من 2012 وآخر مكتبة فتحت في آخر 2013 الخمس مكتبات ومن شهور فتحنا الستة ممكن يقولولنا اعملوا أوراق ممكن يطلبوا إجراءات زيادة إحنا حارسين لكن هم نزلوا في لحظة واحدة يقفلوها بالشامة الأحضر الأحمر زي ما الفيديو كان واضح يعني خدنا وعد منذ أيام من السفيرة مشيرة خطاب لها مرشحة مصر في اليونسكو أنها تبذل جهدها لتحصيح هذا الخطأ نحن ننتظر لأنه في الحقيقة دي فضيحة أن دولة مرشحة لليونسكو في نفس التوقتي اللي بتكتب بتقفل مكتبات يعني عامة للثقافة اللي هي اليونسكو بتقوم عليها ده الزواج في المعايير وكل بمكياليل وأنا كنت عضو في اليونسكو صحيح هذا يقودني إلى الملف الأكبر الذي هو ملف تجميد الأموال تجميد الأرصيدة سواء لحضرتك أو للأستاذ حسين بهجت أو للأستاذ عبد الحفيظ طايل أو للأستاذ بهي الدين حسن أو للأسماء الكثيرة البارزة في الملف الحقوقي في مصر الذين صدرت بحقهم الأحكام القضائية بتجميد الأرصيدة أو بالمنع من السفر والبقية تأتي في قائمة طويلة آخرها كان الأستاذ عز سليمان معظم قرارات منع تصرف في الأموال استندت إلى المسوغات التالية واحد تلقي التمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد اثنين تأسيس كيانات تمارس نصاط الجمعيات وثلاثة التهرب الضريبي كيف يمكن النظر إلى هذه المسوغات الثلاث سواء طالك منها ما طالك أو استثنيتها من بعض منها يا أستاذ جمال طيب يعني ما يقال عن كيانات تشبه الجمعيات هم قالوا ده احنا عاملين ورق قانوني وأخترنا قبل كده وزارة التضامن أن احنا كيان قانوني ومسجل وعندنا ورق برضو رسمي لو انتوا شايفين أن الجمعية نعود وقولون إيه اللي بيتمثل مع الجمعية لأن احنا يعني اتنشر محامي المحامين بنروح محاكم فالمحامين ده شغلهم من الرئيسي لو انتوا شايفين في ده حاجة حوقية نقعد ما ردوش ده واحد اتنين موضوع الضرائب عزة زي حسام يعني بقى الزملاء الملفات الضربية مدفوعة لحد 2015 احنا الآن في 2016 لم تنتهي احنا مستددين ل2015 يعني نعمل ايه اكتر من كده المأكون يعني مع احترامي بقى الشديد كون القاضي لم يتوقن واكتفى بفبركات من دباط أمن دولة تابعين لوزارة لم يتم إصلاحها هذه مشكلته وتحسب عليه مش تحسب علينا انا المطلوب مني اثناء الدرائب الدرائب موجودة لحد 2015 ده يعني هذا اغلق مسألة التمويل اي حد بيؤدي خدمة بياخد عليها مقابل والمسألة مش تمويلة وهي مسألة تمويل بوضوح يعني يدور على اللي خد تمويل زي ما بيقولوا بقى تحت الترابيزة ومن حكومات وهما ده قرار او التقرير بتاع المخابرات وامن الدولة لو هو مسألة تمويل يعني حصلت على جائزة تعادل ما يعني اللي كسبته في حياتي من المحامة ومن حقوق الإنسان من سنين طويلة كنت اكتفت بيها محدش طلبني بحاجة المسألة انه ماذا نريد ان نفعل الديمقراطية مش جاهزة الديمقراطية تفصيل حبينا نساهم في بناء ديمقراطية في بلدنا فبيتهمونا بأسوأ اتهامات في الحقيقة اتهامات التمويل يعني كلام يقنع فقط أنصار مبارك وأنصار السيسي لا يقنع المؤمنين بالديمقراطية هل أفهم من خضرتك أن هناك بالفعل من بين المنظمات غير الربحية في مصر ما يحصل بالفعل على التمويل من تحت ترابيزة كما خضرتك تقول وربما ذلك يضر بسمعة المنظمات التي بالتأكيد لها أغراض نبيلة والتي تساعد الحكومة وربما أول من يضر بالحكومة من التخلص من كل المنظمات غير الربحية يعني الحكومة تطلق النار على أرجلها في الواقع حينما تستهدف كل المنظمات لأنها ستواجه بالنهاية بالمسؤولية يعني عليها وحدها بصرف النظر عن المهام التي تقوم بها المنظمات والشبكات الحقوقية هناك قضايا تتعلق بجهات التمويل وأوجه الصرف أيضا ربما أرادت الحكومة أن تنظم العمل بهذه الجهات لأنه أصبحت ليس لديها السلطة على هذه المنظمات وربما حان الوقت للنظر في أوجه الصرف أيضا وليس فقط جهاد التمويل كاذب كاذب من يدعي أن المجتمع المدني أو المؤسسات الحقوقية اللي أنا يعني بشرف بالعمل ضمنه كلهم ملايكة أو كلهم بيتمتعوا بالنزاهة لدينا مؤسسات فزدة لدينا مؤسسات متوطأة لكن عايز أقول لحضرتك اللي تم ملاحقتهم والإجراءات اللي تمت مش كلهم مستقلين مش هؤلاء معروف برضو في الخندق الحقوقي أنه فيه منظمات بنسميها جونجز اللي هي المنظمات الحكومية الغير حكومية اللي بتشتغل لتجميل ثورة الحكومة فالدولة تتغاضى عن تواطئها وفسادها هذه المنظمات لم يطلع إجراء لأنها ببساطة هي دي المنظمات اللي كان حبيب العدل بيستخدمها وبياخد تقاريرها يعني بتعمل تقارير بيعاز منه أنه حبيب العدل قضى على ظاهرة التعذيب وبنشكره وأنه الانتخابات يعني آخر الانتخابات قبل ثورة يناير كانت في نوفمبر طالع بعض التقارير من هذه المنظمات تتحدث عن النزاعة الغير مسبوقة المنظمات دي لم يطلع شيء هي نفس المنظمات دي اللي أكبر مسبحة شهادة التاريخ المصري يعني مسبحة ربعة بعض المنظمات كانت موجودة مع الدخلية وقعدوا يتكلموا عن الاحترافية وقدي إيه كانت هذه العملية بتدلل على حرص الأمن المصري على الدم إما لو ما كانش حريص على الدم يعني حد الأدنى 800 مواطن مصري قتلوا خارج القانون في هذا اليوم دي الاحترافية أنا يعني دي الحقيقيين اللي ما اتقرب لهمش فلا إحنا عندنا منظمات متواطئة لكن لم يمسها هذه القرارات عندنا وحضرتك مش بقول رأيي أنا بقول هذه القضية يعني الحادة جدا طلعت في 2011 بتقرير للمخابرات وتقرير لأمن الدولة التقرير للمخابرات إحنا مش موجودين في خارس على الإطلاق المؤسسة اللي أنا بنتمي لها الشبكة العربية تقرير بتاع أمن الدولة بيقول حصلت على 50 ألف دولار من جهة عشان نشر الديمقراطية والإنترنت طيب إحنا ما بنشغلش مع الجهة الأمريكية دي لكن بنتعاون مع جهات دولية ثانيا في نفس الكشف اللي عملها أمن الدولة جمعيات السلفية اللي وغدها من الكويت والإمارات مئات الملايين ده في التقرير بتاعهم مش أنا جمعيات محمد علاء مبارك مؤسسات حقوقية فاسدة موجودة في التقرير اللي منشور الآن اللي خد التمويل عشان مساعدة الدولة في التصدي للمجموعات المتطرفة نعم في الحقيقة التصدي للجماعات المتطرفة بيكون بنشر العلم والثقافة مش إن أنا أشتغل عن نقف هنا عند قضية التمويل بس نستقطع وقت قبل استكمال الحديث عن التمويل وأطلح حضرتك أنني حينما سألت Human Rights Watch التي خرجت بالتقرير الأكثر حدة في الحديث عن دور المؤسسات الأمنية المصرية وسألتها إذا كانت هي استطلعت في تقريرها للجانب الواحد والمنتقد من الدولة المصرية عما إذا كانت استطلعت رأي الجانب الأمني المصري هي قالت إنها لم تستطلع هذا الجانب هل تعتقد أن المؤسسات الحقوقية المصرية كانت تقاريرها المستقلة تقاريرها أكثر إنصافا من المؤسسات الممولة من الخارج وبالتالي هذا يقود إلى أن الجهات الممولة أحيانا يكون لها من الخارج يكون لها مقارب سياسية طيب يعني أنا عايز أرجع مربع واحد وراء أستاذ رشا فضل أنه كلمة التمويل في حد ذاتها مش كارثة المهم التمويل جاي منين وليه يعني أنا أضرب لحضرتك مثال الملياردير المصري نجيب سويرس عامل جمعية ثقافية وبيدي جوايد فيه جمعية مجتمع أهلي ده اسمه جايزة وبيمول أدبة إنه كوكاكولا ولا فودافون ولا شركات كبرى لما بتدي تمول جمعيات لعمل تنمية في كرة ده ده تمويل اسمه تمويل والهدف هنا إن هي لسمعتها إنها تربح أكتر هدف مشروع التمويل في حد ذاته مش كرسة لأنه أكاديمية الشرطة اللي في القاهرة اللي أنا حضرت أنا لقيت مليان عليها ما يسمى بهيئة المعونة الأمريكية لأنا كنت بحضر محاكمة الدكتاتور السابق مبارك موجود فيها المشكلة حينما لا يعلن مصدر التمويل ولا حجمه ولا الأهداف منه ولا كيف أنفق طب إحنا من 2011 حينما يعني انتصرت ثورة يناير في جولتها الأولى قدمنا يعني عصام شرف رئيس الوزراء مشروع قانون للجمعيات وطبعا التمويل مش جزء من العمل الآلي قلنا إن كل مؤسسة تلتزم بإعلان مصدر تمويلها وحجمه وكيفية انفاقه وتعرض ميزانيتها وعلى المختلف أو صاحب المصلحة مواطن أو الوزارة التضامن اللجوء للقضاء وإحنا قلنا بالشفافية واتكلمنا المهم يبقى فيه مساعة استقلالية الدولة أكبر أكبر جهة بتتلقى تمويل وما بنعرفش بينفق فيه إحنا مع الشفافية وإحنا مش في مواجهة الدولة غير لما الدولة تبقى عايزة صوت واحد لابد من التعدد والدولة بترتكب جرائم لن نتواطق عليها عشان تسكتلن على التمويل ميش حيحسن هذا يرى فيه البعض تناقض مع الموقف مثلا في مرتين مرة من اعتصام رابع الذي حضرتك ذكرته للتو لأنه بشهادات المواطنين هم رأوا أنه اعتصام رابع كان مسلحا ومن وجهات النظر الموالية لطرح هذا ترى أنه كان من حق الدولة التعامل معه بحسن والمرة الأخرى هي من موقف الإخوان المسلمين ذاته الذي حضرتك رأيت أنه الإخوان المسلمين هم طرف أول كان مع السلطة آنذاك المجلس العسكري خان الثورة فتم خيانته بعد ذلك في الثالث من يوليو فبات يكره الكل ويجسدون من وجهة نظر حضرتك هذه موقف المنظمات الحقوقية لأنها تفرق بين الموقف الحقوقي وحقوق الإنسان من جانب والموقف السياسي الذي هو في معظم الوقت مع الضمير الجامعي إلا بعد الثلاثين من يوليو لأن المجتمع المصري انقسم طبعا طيب أنا يعني بالنسبة بالنسبة الرابعة والاعتصام نعم في مجموعة من المواطنين بالألاف اعتصموا حرّضوا على العنف كانوا فعلا بيسببوا يعني مصادر فزع للمناطق المحيطة بيهم وكانوا بيهددوا طول الوقت بإشعال مصر أنا في اللحظة دي عايز أفضل الاعتصام لكن اللجوء للقوة لابد يبقى آخر الخطوات الدولة المصرية لأ هناك أجنحة فيها زقت وأنا عايز أفتكر هنا كلام الدكتور البلدعي زقت في استخدام العنف لو أنه يعني كان فيه تسريح كنا نشوف نسبة وتناسب بين الضحايا من الترافين أنا هنا ما كنتش في ربعة ولا حضرت الفض ولا غيره بس أنا قريت تقارير اللي صدرت عن ربعة من المجلس القومي مش أقولي اليوم الرئيس ولا زملائنا في المبادرة المصرية المجلس القوم طلع التقاريرين قال بوضوح أنه أقل أرقام 624 ماتوا من المعتصمين وتمانية من رجال الشرطة أنا عايز أقف عند الرقامين دول اللي مع اسلح الأرقام هتتوازن شوي ثانيا وزير الداخلية نفسه في تصريحات لي قال لقينا تسع بندقيات منهم حوالي تلات بندقيات رش طبعا ده مش مبرر خالص من يرفع السلاح لابد أن يحاكم وإحنا ضد العنف لكن ليه ما حصرتش الاعتصام ليه زي ما بيقولوا ما ديقتش عليهم وتقدر تفود اللي خليك تقدر تقتل هذه المئات في يوم وقف في 12 ساعة في الحقيقة بهذه القصر كنت تقدر تحصر تمنع دخول الأطعمة تمنع دخول الأكل كنت تنتظر المبادرة اللي مقدمة الدكتور البرادعي لفضل الاعتصام أنا مش مطالب على الإطلاق بالموافقة السياسية على إخوان ولا على الدولة أنا هنا بتحدث عن جرائم عن دم أريق دون محاكمة دون يعني زي ما بيقولوا أنه الدولة تبقى حريصة وكمان الإفلات من العقاب انتهت ربعة ويتم حصل اللي حصل فيها المتهمين كل المتهمين في قضية ربعة كلهم من جانب الإخوان المسلمين طب ماذا عن القتلة ماذا عن سبع صحفيين منهم أجانب ماتوا في ده ماتوا في ده ومحدش يهتم في صحفيين ماتوا في ده أنه ما فيش جندي تقدم لأنه أطلق رصاصة خاطئة ده بيحط علامة استفهام على يعني على جهاز العدالة في مصر أنا يعني عندي خصوم حد مع الإخوان وقد يصل إلى حد العدالة لكن ده لا يعني التواطئ على الدم ده لا يعني خالص أن أنا غمت دعيني وأبقى زي ما بيقولوا يعني أسكت على دم أريق أنا عايزي العدالة والعدالة يجب أن تطبق على كل السطور وليس على سطر وتخيب سطر موقف الجماعات الحقوقية والمنظمات المسجلة حاليا من قانون التظاهر والأزمة الأخيرة والمواجهة مع الدولة فيما يتعلق بقضية تيران والصنفير والحق في التظاهر من أجل هذه القضية هو الذي أوصل المنظمات الحقوقية إلى حالة العداء مع الدولة الآن أستاذ جمال إذا كنتم تعتقدون أن هناك حالة عداء أو مواجهة مع الدولة المصرية لا هو فيه حالة عداء وكراهية من جهاز الدولة وهو علي صوته دلوقتي هو ذات حدته دلوقتي اللي طبعا يعني تيران والصنفير علت ده بس دي موجودة عايزة أفكر حضرتك من 2011 في الحقيقة من بدء فبراك تأذية القضية والمستهدى في المنظمات المصرية لأن القضية اللي احنا بيعجلنا التهم فيها دلوقتي هم صفروا في طيارة عسكرية المتهمين الأجانب هم عايزين الحقيقيين المصريين لأنه فيه قناع عن دمان يدير هذه الدولة أن الحقيقيين دول هم اللي سبب في صورة يناير أو يعني طبعا تقصد في الشقة الأول من قضية التمويل في 2011 طبعا طبعا هو القضية اللي احنا فيها دي الوقتي هو استكمال لها صحيح بس المتهمين الأجانب سفروا في طيارة حربية بعلم المشير تنطوي طيب الآن هؤلاء الحقيقيين بعد ربعة فيه مساحة فرز تمت فيه ناس فضلوا سواء خوف أو لأنه يعني تواطق من البداية مع الدولة وفيه جزء استطف عند الإخوان وفيه جزء قال لا يعنينا لمواقف السياسية يعنينا سيادة القانون وإقرار العدالة ومن أخطأ يحاسب كله المشير تنطوي أنا كمواطن مصري قبل ما أحقوق ولا محامي أنا بتهمه أنه مسؤول زي مبارك ما كان مسؤول مش أنه أتل بالفعل ولكنه علم ولم يتخذ قرار بواقف الجريمة تنطوي أنا بتهمه بدا محمد مرسي أنا بتهمه عدل منصور بتهمه السيسي بتهمه أنا هنا أوجه اتهامه من حقه حيث أشوف تحقيق يجري لأنه فيه دم أسيل في العهود كلها نعم هل هذا وقعي أستاذ جمال الآن أنتم في مواجهة مع الدولة المصرية التمويل توقف مفترض أرصدتكم جمدت وأنتم منعون من الصفر ما هي الخطوة التالية واقعيا لاستكمال عمل المنظمات الحقوقية لأنه في الواقع الخطوة التالية إذا لم تكن يعني حالة الجمود أو المواد لهذه المنظمات ستكون العمل الذاتي طيب بالنسبة لنا أستاذ راشا يعني طبعا الحياة تحت ضغط ومراحقة صعبة فعلا لكن يمكن احتمالها ولا نعيش مع عارة تواطق أو التغاضي عن الدم أو أنه نبقى شايفين البلد بتجري في سكة سوريا والعراق ومنحاولش نقافها ما هي بلدنا زي ما بلده بنحاول نقول رؤية والسكت عن الحقيق ثانيا أنه زي ما قلت الحضرة شاركنا في ثورة يناير هناك فيه شباب ومجموعات يعني مقتنعة بينا أو بتصق فينا مش هنخون ثقاتهم ونغمض على الدم أنا مش عايز يبقى عندي عداء مع الدولة بس كمان يعني لما بعض أشاور للدولة على الأخطاء نفسي أنها تتحاور الدولة عايزاني تابع وفقط أنا مش تابع غير لضميري طيب نعمل هندافع عما نعتقده حق ينقشونا ويقنعونا أننا قطع إنما يقول لي أنا بحارب الإرهاب وهو ما بيجففش منابع الإرهاب أنا بحارب الإرهاب وانت بتفقر الشعب والتعذيب موجود واختفاء قصري والسجون بتبنيها وبتقفل المراكز الثقافية والمثارح وبتقفل المكتبات عايز أقول له ما ينفعش كمان ما ينفعش التمييز اللي بيقتم ما ينفعش مزيعينك وإعلامك لأنه ما بقعش فيه إعلامي غير التابعة للدولة بيطلعوا يحردوا وينشروا القرائية لازم يسمعن لو ما سمعنيش أعمل إياه لازم أرفع صوت ده اللي عنك دلوقتي وأنا أعتقد لحين ما يزبط خطأنا بالنقاش إن إحنا على حق في الأمور دي نحن متحدث عن قانون نقول لهم سيادة قانون وعدالة يقولوا حين يعني مقولة المزيفة لما الأمر يتعلق بالأمن ما تكلمنش عن حقوق الإنسان في الحقيقة حقوق الإنسان مبارح والنهاردة وبكرة وهي اللي ممكن تحد من الإرهاب الإرهاب في العالم كله طالما فيه مجموعات متطرفة يمكنك أن تحد منه بالعدالة بسيادة القانون بمكافحة الفساد مش إن أنت تشتري ولا إعلاميين درجة تانية أو إن أنت تستبعد قضاء وتخلي قضاء معينين أو أن أنت تطلق وزارة الداخلية دون عقاب على الجرام اللي بترتكب أستاذ جمال عيد الحقوقي مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أشكرك على وجودك معي في بلا قيود على شاشة بي بي سي العربية شكرا أستاذ جمال شكرا أستاذ جميل اشتركوا في القناة